الناس اللي بتدور ازاي تبدأ وزاي تعمل مشاريع سواء من كانوا على مشاريع صغيرة أو متنهية الصغر منتكلم كنا مع حضراتكم في بداية الحلقة عن مبادرة مشروعك منتكلم ان المبادرة منتشرة تقريبا في 27 محافظة من المحافظات الجمهورية اجراءاتها بسيطة وبتتم من خلال انك بتيقض قرد من احد البنوك ويعني تتقدم بالمشروع الخاص بيك او هم كمان ممكن يدو لك افكار لمشاريع تقدر تستفيد بهذه الافكار وتشتغل على الخطوات اللي تخليك تنفذ المشروع اللي انت متقدم به او اللي هم نصحوك انك تعمله فيه المحافظة يمكن كمان بيكون عندهم معلومات متوفرة عن المشروعات للمحافظة بتكون محتاجاها هنتكلم اكتر بالتفصيل مع الدكتور خالد آسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية صباح الخير عليك يا دكتور وعايز اعرف من خلال مبادرة مشروعك ازاي بتوصلوا للشباب ازاي بيتم يعني تحفزهم اكتر على المشاركة في المبادرة علشان يقدروا يستفيدوا من هذا النوع من المبادرات اهلا وسهلا طبعا خير على حضرتك بستاذ هدير اهلا بحضرتك دعوة وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها خلينا اقول لحضرتك اللي بيدلل على مدى الوصول للشباب ان بالفعل لما نقول ان برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية اه مشروعة من انطلق في ربع التاني من الفين وخمستاشر وشهد نقلة نوعية في الفين وتمنتاشر الى ان حقق حجمه من التمويل بشراكة استراتيجية مع ست بيوك وطنية وصلنا الى تلاتة وعشرين وتمانية من عشر مليار جنيه وصلنا الى ان احنا وصلنا دلوقتي حجم المشروعات اللي يعني ان نجح على الارض حوالي مية خمسة وتسعين الف وستمائة مشروع وفرت حوالي مليون وخمسمائة الف فرصة عمل حقيقية ولا زال طبعا التطوير موجود في المتين وستين مقر من المقرات برنامج مشروع على مستوى سبع وشين محافظة مصرية يستطيع اي شاب ان هو في مقر في كل ديوان عام محافظة لاضافة الى المقرات الاخرى زي ما حضرتك تقدمتي وقلتي وان من الاهمية بما كان ان احنا نشجع فكر ريادة العمال ونشجع فكر ان يكون من لديه القدرة على اقامة مشروع او من لديه الحرفة او من لديه فكرة احنا بنساعد ونقف معاه كمان في اعداد دراسة الجدو الجدو المعلومات الفنية بالفعل يا فندم وطبعا زي ما حضرتك تقدمتي انه بالفعل يعني طول ما هو الاوراق السبوتية بتاعته موجودة والاجراءات ماشية في اتجاهها الطبيعي للحصول على الرخصة الدائمة بيتم اصدار الرخصة المؤقتة وفيه طبعا تعاون استراتيجي مع جهاز سمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التدريب طب يا دكتور دكتور يعني انا متفاهم طبعا ان في انجازات عظيمة وزارة التنمية المحلية عملتها فيما يتعلق بهذا الامر ولكن احنا النهاردة حلقتنا ربما تكون مختلفة بعض الشيء احنا بمتكلم عن النصابين او المسترياحين الناس اللي بتروح الناس تحط عندهم فلوسهم الناس لماذا تلجأ لمثل هذا النوع وحضرتك عامل بديل آمن زي ده يعني انا النهاردة الدولة بتقولي تعالى اديني فكرة انا هعملها لك دراسة جدوى وحديك تمويل وحشركك فيها وحعملك فيها وحتصدد على مدى طويلة وفي نفس الوقت الناس ما بتسمعش هذا الصوت العاقل اللي هو يعني مفروض وبتروح للصوت اللي هو ايه يعني بسريع الربح او المبهر بالنسبة له انا عايز تعليق يعني يعني انساني من حضرتك بعيدا عن الرسميات والارقام وخلافه بشكل شخصي تفتكر لي يا فاند افتكر يعني يعني ببساطة شديدة جدا من الظاهرة دي موجودة من سنين طويلة ويعني وانا اصبر في السن شوية من حضرتك لكن حبص تلاقي موجودة من التمانينات والتسعينات وكانت بشكل قوي لكن خلينا نقول كمان انه ده بيحصل لما الناس بتبقى البعض طبعا انا وانت صحيين من الفجر وبنشتغل واستاذ هدير وغيرنا من شباب مصر ورجال مصر وسيدات مصر عندنا سيدات معيلات اقمنا مشروعات ومنتهى الجد والابتهاد واستفادنا من صندوق التنمية المحلية البعض الاخر مش عايز يبسر مزوط بيستسر وبالتالي طبعا انا اسف في التعبير احنا بنتكلم بشكل انساني بايما يعني واحنا بنتكلم بشكل انساني لبرر تانية بايما يعني زي ما بنقول النصات بيروح للطماع وبالتالي ودي فئة ممكن نقول عليها فئة محدودة من الناس ما تعتبرش ظاهرة وعلشان كده لما بتبان بتبان قوي بشكل بيعتبر شيء من اشكال الظواهر الغير عادية لكن حضرتك ويمكن حديثنا عنها يا دكتور علشان يتم توعية الناس بشكل كبير بالضبط يعني عن هذه المسألة نرجع لمبادرة مشروعك ويمكن كان فيه شوية حديث عن مسألة الرخصة المؤقتة والرخصة الدائمة وشوية مشاكل مع من استفاد بمبادرة مشروعك ويعني عوائق الرخصة الدائمة والرخصة المؤقتة لو حضرتك تشرحي أكتر عن هذا الموضوع يعني خلينا أقول لحضرتك لو حضرتك عند المشروع بتحضرتك القائم وعايزة تكبر حجم المشروع فطبعا ده حضرتك بتتقدم المشروعك ويتم البناء على اللي موجودة عند حضرتك وبالتالي بيتم التمويل اللازم لده طيب لو حضرتك النهاردة عندك فكرة والفكرة نكحة وتم دراستها مع الزملاء في مشروعك سواء في الديوان العام أو على مستوى المحافظات والجميع وجد أن الفكرة فكرة نكحة وحضرتك صاحبة اختصاص يتم طبعا أخذ الأوراق من حضرتك ما الشهد البطاقة البطاقة بتاعت حضرتك صحيفة الحالة الكيمائية اللي هو يتم الاستعلام ويتم وهكذا ويتم طبعا اختيار البنك المناسب بطبيعة النشار بتحضرتك لأن الأنشطة المتنوعة منها ما هو صنوعي منها ما هو تجاري ومنها ما هو أعمال حرة على كافة المستويات منها ما يتعلق به الأمن الغذائي إلى غير الغذائي ومنها ما يتعلق به أفكار جديدة وابتكارية خاصة بالتسويل الإلكتروني وعلشان كده يعني احنا كنا الفترة اللي فاتت كنا مهتمين بالإنتاج لكن النهاردة أصبح لدينا منصة متكملة اسمها أياد مصر هذه المنصة تم إعدادها بشراكة استراتيجية بين مزارة تنمية المحلية وبرنامج الأخذية العالمي وشركة أي أسواق مصر وبالتالي أصبح النهاردة فرصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغار وبالتالي عن طريق أن حضرتك كصاحب مشروع بتسجل المنتجات بتاعتك من علمك إزاي تصورها بشكل احترافي ومهني طبعا أياد مصر في وحدات لها في كل المحافظات المصرية السابق واب المحافظين والمحافظات الموجودين بيتابعوا ده مع الوحدة بشكل حرفي ومهني سأف الموضوع كام يا دكتور يعني يعني هياخد كامل اللي بيقدم المشروع هل فيه سأف معين وبالمثال يتضح الشرح برضو اديني أمثلة لنمازج نكحة يا دكتور نمازج نكحة أنا أنا بعضت للإعدادة عند حضرتك صور لمشروعات قائمة بالفعل على مستوى كافة المحافظات المصرية بنزعها خلينا أقول لحضرتك أنت ممكن تاخد تاخد 500 500 ألف ممكن تاخد مليون ممكن تاخد حتى 3 مليون ممكن تاخد حتى 3 مليون هي القضية مش أنت تاخد قد إيه أنك تقنع البنك أي لا وكمان مش قضية البنك قضية أنت تعظيم الاستفادة أن حضرتك قادر على أنك توظف الأموال اللي حتاخدها وعندك فرصة العمل اللي تعمل ده يعني النهاردة كنا في إحدى الجامعات وكليات اللي إحنا بننزل للشباب فيها وبنشرح مشروعات وبناخد مجموعات من الشباب والشباب اللي هم أنشأوا مشروعات وقبلوا مخاطر وتغلبوا عليها وقبلوا عقبات خلال سنوات اقتراضهم اللي بقالهم معنا 12 سنة عفوا 8 سنين و5 سنين و3 سنين إلى غير ذلك وكانوا شغالين مع غيرنا وصم انضموا لنا والإخفاقات اللي حاولت لهم سواء كانت في تشكيل المعادن أو في الصناعات الملابس الجاهز أصبحوا النهاردة بيصدروا الده لازم كان يحصل التلاقي ده ما بين الشباب اللي بيفكروا في مشروعات والشباب اللي فعلا أنشأوا وحصل لهم مخاطر واتعرضوا لها وكيفية التغلب عليها ده الدراسات السابقة أو الدراسات المستفادة المهم ان احنا يبقى فيه تلاقي بشكل دائم وتقديم معرفة والجميل في الأمر ان احنا دائما بنطور مع جهاز المشروعات متوسطة التقديم المعلومات الفنية التدريب الكوادر خلينا اقول لحضرتك يعني حالك مش بتكتفي بس انك بتديه الفلوس انت بتعمله الرشدة كاملة بتديله هتعمل ايه بتوعيه بتفضل معاه خطوة بخطوة ده الاهم اظن ولا ايه ده قضية المتابعة يا فندم دي من اهم اه عناصر النجاح ان انت بس بس المشروع حضرتك تساعد ان هو يقوم لا تساعد كمان حضرتك في متابعة هذا المشروع لان احنا من مصلحتنا ان المشروع ده يستمر وينمو ويستوع بعماله اكتر وبالدالي دي هي الفرص الحقيقية اللي هتقدي على البطالة واللي هتحقق دخول مقبولة لأصحابها وكافة العاملين فيها لان فكرة الاستفادة من برنامج مشروع تشجيع الشباب والشبات على العمل الحر ده من الاهمية بمتال من خلال ان احنا دائما شغالين على ازاي نقدر نسهل للمتقدمين ازاي نقدر نوفر فرص تجريب فني وإدار ليهم وان شاء الله الفترة اللي جاي هتشهد الكتير من التطوير في هذا الامر طيب دكتور خالد عايزة اقول لحضرتك حاجة هي دايما بتكون يمكن يعني العمل مشروع من خلال المبادرة ونجح مهم جدا مسألة الدعاية والاعلانات اللي من جهة هو هيكسب وما يكسب ويزيد ومن جهة تانية هتكون نوصل للناس اكتر والناس تشوف انه في ناس تانية بتكسب من خلال المبادرة دي فما تروحش للقنوات غير الشرعية اللي احنا بنتكلم معنا ويتنسب عليه بالضبط يا فندم عشان كده احنا عملا وقولا نفذنا ده على الارض من خلال منصة مهمة جدا متكاملة الاركام زيها زي اي المنصات التسويق الالكتروني العالمية متكاملة الاركام منظومة لوجستية كاملة حضرتك بتتخشي على اياد مصر حالا وتختاري السلعة او اللي حضرتك عايزها او الحاجة التراسية اللي حضرتك عايزها بتنقيها بتعمل الاردر الخاص بيها بتيجي على البيت عند حضرتك الدفع بيتم بشكل الكتروني هذه المنظومة المتكاملة هذه المنظومة المتكاملة برضو دائمة التطوير لدرجة ان احنا يعني ان شاء الله هنتوسع فيها وزي مأكد مع الوزير اللي ومحمود شعراوي ان احنا كمان مش هيبقى اياد مصر هيبقى كمان هنعمل نوسع المنصة بقى اياد أفريقيا بحيث الصناعات التراثية والحرافية الموجودة في افريقيا يتم الاستفادة منها واجات فرص عمل حقيقية مين ابطالكو يا دكتور خالد يعني انا لو عندي يعني بروجيكت زي ده هيبقى عندي رموز ابطال محمد عمل مشروع دواجن فاطمة عملت مشروع ملابس يعني مين اللي نجحو الدين كده خلينا اقول لك بشكل كده اسلام تعيد مدينة العاشر مثلا في تجارة أجهزة منزلية يعني انت حضرتك مثلا على سبيل المثال خالد درويش مثلا حسامية مثلا شرقية عمل إبراهيم مركز بالبيت عمل محل أحزية هاني مثلا سليمان فبكبير أدوات منزلية وغيرهم من الشباب مثلا موجودين على مستوى المحافظات المصرية دكتور خالد المحافظات أكتر اشتراكا في مبادرة مشروعك زي ما احنا بنقول أنه في محافظات مثلا بيكون فيها معدل النصب مثلا عالي أي المحافظات بقى رايحة في سكة المبادرات والاستفادة من القنوات الشرعية للمشروعات حتى يعني حتى يعني يعني حلقي مثلا بتتصدر المشهد رقم واحد في الترتيب المينيا المينيا نفذت يا فاندن عدد مشروعات وصل النهاردة 28 ألف مشروع يليها سوهاج 20 ألف وخمسوئة مشروع يليها البحيرة 18 ألف مشروع يليها بقهلية 16 ألف مشروع يليها الشرعية 15 ألف وخمسوئة ثم بني سويف 15 ألف ثم الغربية ثم تأتي عندك تفسير يا دكتور خالد أخيرا للترتيب ده عند حضرتك المينيا عند حضرتك السوهاج ثم تأتي البحيرة ثم تأتي الدقاهلية ثم تأتي الشرعية ثم تأتي بني سويف ثم تأتي بعد كده الغربية ثم تأتي بعد كده الفيوم وهكذا يعني ده من الأهمية بمكان أنه نحن نأكد على أن المشروع من خلال الأوقرات بتاعته منتشر على الأرض المصرية لكن ده رافض من روافد الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية عندنا ثمان صندوق التنمية المحلية فإن ده موجود في ثلاثين ألف وثمانية ثمانية 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 ونجا أو وحدة محلية موجودين في مصر اشتغل ومول ثلاثة ثمانية تسعة ثمانية مشروع وعيو أجمع لجهود هذه الأجهزة نشكر حضرتك شكرا جزيلا أنا الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية شكرا جزيلا ندعك شكرا جزيلا